المجتمع المعرفي أدت زيادة الاكتشاف حول ما وجد الله في هذا الكون من أسرع إلا زيادة المعرفة بشكل مضطرد وبزيادة هذه المعارف والعلوم والتراكمها ومن ثم سهولة نقلها وتدولها أصبح الهدين ما يسمى بمجتمع المعرفة والذي تعني زيادة المعارف وتراكمها ومن ثم سهولة نقلها وتدولها ظهر مصطلح آخر مرتبط بالمصطلح أوله من فهم اقتصاد المعرفة ويقصد به الاستثمار في ما يعتمد على رأس المال الفكري وليس المادي تقنية نظام المعلومات ينتج معارف ومعلومات جديدة العقل البشري مصدر طاقته المدرسة في ضوء مجتمع المعرفة يشار في هذه النقطة أن المدرسة محور أي نظام تعليمي فمنها تتشكل عقول الدارسين وتتولد المعرفة أي أنها المنتج الأول للمعرفة وهي المؤسس لمجتمع المعرفة وفي مؤسسات التعليم العالي تعتبر إنتاج المعرفة أو البحث العلمي هي وظيفة أساسية من ضمن الوظائف الثلاثة لمؤسسات التعليم العالي خصائص المدرسة في ضوء متطلبات مجتمع المعرفة سنتطرق إلى عدة خصائص للمدرسة وهي أساسة خصائص الخاصية الأولى التنظيم الإداري للمدرسة وتطلب أن تعطى صلاحيات وأن يكون هناك مرونة في إدارة شؤونها وأن يتم إعداد قيادة العمل لإتقال قراراتهم المدرسية وأن يكون هناك رقابة الخاصية الثانية تتمثل في المدرسة الإلكترونية بمعنى تطبيق التعاملات الإلكترونية وفي عمليات التعليم والتعلم وتوفير خدمات الإنترنت والكتاب الإلكتروني الخاصية الثالثة لها علاقة بالمناهج الدراسية بمعنى ينبغي أن تكون ملائمة للواقع الاجتماعي والتطور العلمي وبالتالي أن تكون هذه المواد متداخلة وأن يتم الرطب بينها وبين العمل وأن يتم التركيز على النشاطات في الخاصية الرابعة المدرسة والمجتمع توثيق العلاقة بين المدرسة والمجتمع وبمعنى أن المدرسة ينبغي أن تساير الحياة الاجتماعية وأن تتبنى قضاياها وأن تكون قضاياها محور العمل المدرسي الخاصية الخامسة المدرسة والطلاب بمعنى إكساب الطلاب المعرفة بإيجابية العمل مع الآخرين واحترام وجهة النظر المدرسية والاهتمام بالعمل التعاوني الخاصة السادسة المدرسة والمعلومات امتلاك المعلم لثقافة معلوماتية والكفاية التقنية ومهارات تقنية المعلومات والاتصال وانبغى ان يكون المعلم خبيرا في البحث عن المعلومات